قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مصنعا في مدينة دينيبرو الأوكرانية ينتج أجزاء من سواريخ توشكايو الباليستية مضيفة أنها أسقطت أيضا ثلاث طائرات أوكرانية وطائرتين هليكوبتر كان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وجه في وقت سابق بتعزيز عمل العسكريين الروس لمنح القوات الأوكرانية من شن ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على مدن دونباس وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن تصريحات شويجو جاءت خلال جولة تفقدية قام بها إلى منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا وتعد هذه الجولة الثانية التي يقوم بها وزير الدفاع الروسي إلى منطقة انتشار القوات الروسية المشاركة في العمليات الخاصة بأوكرانيا وذلك بعد جولة أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قيام شويجو بها يوم السادس والعشرين من شهر يونيو الماضي أعلن رئيس شركة انيرجو آتوم الأوكرانية المملوكة للدولة والمشغلة لمحطات الطاقة النووية بيترو كوتين أن الجيش الروسي نشر قاذفات صواريخ في موقع محطة الطاقة النووية في زابورجيا جنوب المنطقة الخاضعة للسيطرة الروسية منذ بداية شهر مارس وأضاف كوتين أن الجيش الروسي يستخدموا قاذفات الصواريخ لقصف منطقة نيكو بول وقال رئيس الشركة أن الروس عمدوا إلى تركيب أنظمة إطلاق صواريخ على أراضي محطة الطاقة النووية في زابورجيا ويقصفون منطقة نيكو بول انطلقا من هناك أعلن رئيس الإدارة العسكرية في لوانسك الأوكرانية سيرهي هايدي أن جيش الأوكراني يحاول منع القوات الروسية من الاستلاء على طريق استراتيجي مهم بالنسبة لهم لأكثر من شهرين وقال هايدي إن القوات الروسية تتواصل هجومها للسيطرة على طريق لتشانسك وسياق متصل أعلن رئيس الإدارة العسكرية الروسية في دينيبرو أعلن أن القوات الروسية تقصف منطقة نيكو بول بالصواريخ المتعددة من ترازجراد أعلنت شركة جاز بروم النفطية الروسية العملاقة أنها طلبت رسميا من مدموعة سيمونز الألمانية تسليمها توربينا تم إصلاحه في كندا وأكدت جاز بروم أن التوربين ضروري لتشغيل محطة لضغط الغاز تابع لخط نورد ستريم الذي يمد أوروبا وكانت سيمونز قد أرسلت التوربين إلى كندا لإصلاحه وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية أعلنت أتاوى أنها ستسلم ألمانيا التوربين على أن تتولى المجموعة الألمانية بدورها تسليمه للشركة النفطية الروسية قال حاكم منطقة خاركيف أن ضربة جوية روسية أصابت بلدة تشوهيف بشمال شرق أوكرانيا أصفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين وفي نيوكوبول قتل شخصان بعد تعرض البلدة لقصف روسي بحسب تصريحات لحاكم الإقليم وأضافت خدمات الطوارئ أن رجال الإنقاذ انتشلوا جثتي شخصين من تحت الإنقاذ وقال حاكم الإقليم أن روسيا أطلقت ثلاثة وخمسين صاروخا من ترازجراد على البلدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر